قزير خارجية المملكة المغربية الشريفة سيد ناصر بوريطا يقول ان قضية او انميل في الصحراء المغربية تم اخراجها كلية من الاتحاد الافريقي ولم تعد مطروحة باي شكل من الاشكال داخل اجندة الاتحاد الافريقي كذلك سنرى دقة الساعة لاسترجاع الصحراء الشرقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم لبنى من قناتكم المتواضعة على ميسكا واللي دائما نتمنى منكم انكم تدعمونا باللايك ودعمونا بالبرتاج كذلك بكتابة التعاليق فضلا وليس امرا يعني تكسبو غير وريضة ولا قليب ولا الله الوطن الملك او كلمة استمر ولا واصلي فهذه الكلمة البسيطة ممكن انها تدعم لنا المحتوى فعلى بركة الله نبدأ وموضوعنا لليوم فاخواني اخواتي من اهم تصريحات واللي خرج بها السيد ناصر بوريطا هو قوله ان قضية الصحراء المغربية او ان الملف دي الصحراء المغربية تم اخراجه كليا من الاتحاد الافريقي ولم يعد مطروح باي شكل من الاشكال داخل اجندة الاتحاد الافريقي وهذا القضية اخواني اخواتي راه صحيحة وشفناها يعني شفنا نهار الجزائر كانت بغاية تطرح القضية دي الصحراء المغربية داخل الاتحاد الافريقي ولو دولة من داخل الاتحاد الافريقي التفتت للكلم ديال الجزائر من غير جنوب افريقيا الحليفة ديالها فهنا اخواني اخواتي قاعد دول افريقية واللي كيناف داخل الاتحاد الافريقي صفي ملات هاد الاسطوان المشروخة دي الجزائر عندها مواضع اهم اما الصحراء راه في المغرب ديالها يعني الصحراء في مغربها والمغرب في صحراء وبالتالي هاد الميلف انتهى واصلا المغرب راه مند العودة دياله الى الاتحاد الافريقي سنة 2016 حتى اليوم استطاع بنجاح ان يخرج الميلف ديال الصحراء المغربية من الاتحاد الافريقي فقبل عودة المغرب كانت الجزائر معها يعني الجنوب الافريقي كانوا كيستغلوا الاتحاد الافريقي وكيستغلوا المؤسسة ديال الاتحاد الافريقي من بينهم مجلس الامن والسلم الافريقي اللي كانوا كيستطولوا على المغرب وعلى الوحدة الترابية للمغرب لكن لم يفلحوا فاليوم غير رجع المغرب وقدر يخرج الميلف ديال الصحراء المغربية من الاتحاد الافريقي واليوم في القيمة ديال الاتحاد الافريقي راه ما بقاوش كيتكلموا على الصحراء المغربية بل كان اشياء اخرى واللي هي اهم اما الصحراء المغربية فهي واحد الميلف اللي انتهى فاليوم راه كيتكلموا على مشاكل افريقية بحال ديال ليبيا بحال الرواندا الكونغو لكنهم صافي ما بقاوش كيتكلموا على الصحراء لان هاد الميلف انتهى اليوم هاد النظام را غير يندب اليوم را السراخ والعويل والبكاء من داخل مرادية وعلاش على الخسارة ديالهم امام المغرب اليوم المغرب را كي ترأس مجلس الامن والسلم فشفتو كيفاش تتقلب الموازين اليوم المغرب فاعل كبير جدا في العضوية دياله داخل هاد الجهاز فسنواته هما مسيطرين على هاد الجهاز لكن اليوم المغرب قدر انه يسيطر هو عليه هو اللي كي ترأس مجلس الامن والسلم الافريقي بالله الحمد تم اخراج ميلف صحراء المغربية بشكل نهائي من الاتحاد الافريقي فاليوم بقالينا غير اننا نقوم باخراج الميلف ديال الصحراء المغربية من الامم المتحدة باش نسدو هاد الباب نهائيا ونفتحو باب الصحراء الشرقية فاليوم دقت الساعة لاسترجاع صحرائنا الشرقية المغربية لاننا ما زالنا عايشين لعنة الجغرافية وما زالنا واحد الجيران اخبط الخابتين اهمهم الوحيد هو تقسيم المغرب قطعوا العلاقات قطعوا الغاز غلقوا الاجواء اعطوا خيرتهم او خيرت بلادهم لمن يحالفهم ضد او لضرب المملكة المغربية الشريفة مملكة الشرفاء وخصو الملايين او الملايين من الدولارات ليست لتنمية بلادهم او للشعب ديالهم او 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 لمصلحات بلادهم بل لتقسيم المملكة ديال الشرفاء والسؤال ماذا جنيتم بعد نصف قرر من الغدر وخدمة الاستعمار فبعد الاعتراف الامريكي وبعد الاعتراف الاسباني وهو اليوم ره جاية في طريق الاعتراف الفرنسي على الابواب من بعد غدي جي المطالبة بصحرائنا المغربية الشرقية بدل بقعة الارضية والتي تعطى الجزائر في غفلة من الزمان فهنا ديال تحت معد الاضافية في صحراء الشرقية اليوم مغرب رسميا! ف acquaint تحت وتنتطور الصحراء الشرقية ديال من الزمني لسطحراء الشرقية والعقوم في التشو� mai وتراهم كليا مع ديال الصحراء الشرقية ولا يتبطين للمغرب بالضعار التي يعطين الخ 남آة لديهم ب Namekxx kit من الزمان فهذا عرفين باللي يراه الصحراء الشرقية المغربية هي حقيقة ومن اللي كانت تكلموا على صحرائنا الشرقية فهي حقيقة ثابتة لا جدال فيها لكن إداريا تحت السلطة الجزائرية كما كان قوله يعني سبتة ومليليا تحت السلطة الإسبانيا فهذا لا يعني أننا ننفي مغربية هذه المدن المحتلة فنظام الكابرانات كي يظنب لي هذه المسئلة ديال الخارطة المغرب كاملة بصحرائها الشرقية غير رواد مواقع تواصل اجتماعي أو يعني بعض المعلقين أو بعض الجماهير بل المغرب أو الدولة المغربية راه رسم خطة فإن شاء الله المغرب غير غادي سد الجبهة ديال الصحراء المغربية فغادي يفتح الجبهة ديال الصحراء الشرقية لأن المغرب دكي وماشي ممكن أنه يفتح لهم مجموعة ديال الجبهات في نفس الوقت فالدكاء الدبلوماسية المغربية هنا كيبان المغرب حتى يصد واحد الباب هادي حل الباب آخر من اللي تجي فرنسا وتعتارف رسميا وبشكل واضح وشكل يعني نظيف جدا اعتراف واضح بمغربيات الصحراء فالمغرب الآن اليوم اعتراف بمغربيات الصحراء لا يهم المغرب لأن الميل في الصحراء المغربية أرى حسيمة يعني تعترفوا ولا ما تعترفش أرى صحراء مغربية وصحراء في مغربية فالشرط في المغرب هو أن فرنسا تجبد الأرشيف ديال الصحراء الشرقية تجبد الوثائق اللي تتبد صحراء الشرقية وغادينا الدولة المغربية عادة العسفل تشوف معي غير واحد الصورة بشكل مغرب راح يجب على فاتح الملف دي الصحراء الشرقية فهنا هاد الخريطة اللي كتشوفو امامكم هي خريطة دي المقرارات المغربية الدراسية او المقرارات الدراسية المغربية ولي اليوم المغرب كي يعتمدها فهاد الخريطة كتضم صحراء الشرقية للحدود الحق للمملكة دي الشرافة مملكة المغربية الشريفة فبالنسبة لمسألة دي المغرب راح بدك يعتمد هاد الخريطة راح عندها ابعاد او عندها عدة ابعاد فالمقرار شكل كي يقره كي يقره اطفال كي يقره واحد الجيل فهنا المغرب راح كيبيا للجيل القديم باللي راح نمازال غاد نطالبه بصحرائنا الشرقية وهذا راح جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية الشريفة فالمغرب هنا كي يزرع في هذا الجيل او الجيل الصعيد اننا عندنا واحد الهدف اللي هو هدف حقيقي وهدف غاد نوصله ان شاء الله هو استرجاع الصحراء الشرقية واللي المستعمل الفرنسي هو اللي اخذ هاد الاراضي ودمهم للجزائر اما هاد الاراضي فهي مغربية يعني صحراء شرقية كما كان صحراء غربية مغربية فهدي صحراء شرقية مغربية اذا اخواني اخواتي عاجلا ام ااجلا مغربة رغدي طلب الصحراء الشرقية المغربية بقروري ان الحق يرجع لاصحاب دياله يعني الاراضي المقتصمة الاراضي اللي اخداها المستعمل الفرنسي خاصة يوردها لاصحابها عاققيين ان شاء الله ربي ما غادش يخيبنا لاننا بكل بساطة اصحاب حق اذا اخواني اخواتي نكتفي بهذا القدر تحية لكم كبيرا شكرا للحسن المتابعة شكرا للحضور ديالكم الدائم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته